السلام عليكم كانت منكم تكونوا قولكم باخير والاخير اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم صفوف اولى سلوت حتى طالب ديالكم هاد صفوف اقتصادي وكيجي معلك وبطريقة سهلة ومبسطة بالنسبة للبنات المبتدئات غادي نبدأوا ان شاء الله في المقادير غادي نتوكلوا على الله وغادي ندخلوا غادي نخصوا ليوم حتى ساعتين ديال المكانة ها هو موجود عدنا 300 قرام ديال اللوز و300 قرام ديال الكوكاو او الفول سوداني وعدنا 600 قرام ديال جوجلان من طبيعة الحال بعد ما غسلناه ونقيناه صافي ونشفناه ودبا غادي نديروه في الكوكوت وغادي نديروه فوق النار مهيلة وما كان حيدوش يدينا من عليه يعني بالنسبة لهات صفوف عدنا الواحد يصبر واحد ساعتين ديال المكانة ويقضيه بتحينو بكل شي لي بتحمارو بكل شي ساعتين تلما كانو غادي تخرجي ناضية بسلو معلك وزوين غادي نشد 300 قرام ديال اللوز ديالي كنغسلها مزيان تاك نغسلها ونسقطرها وغادي نديرها في الفران النار 180 غادي نشعل غا فوق فقط ومرة مرة كنحرك تاك يتحمر لي وغادي تشوفوه معايا الزوجلان ها هو تحمر غادي نوضعوه في هالطبق كتبقى والبنات يديكم ما تتحيدواش عليه ضروري ما يتحمروا وضوقوا ما تخليوش اني را ما كيجي زوين في سلو وتاني عاود ما تحرقوش كيجي تاني عاود طالق المرورة غا ناخد عندي كيلو ديال الطحين غادي ندير النصف ديالها وغادي نديرها فوق البوطة على النار مهي لو ما كنحييش تحرك انا في الكوزينة كنديري ادي هنا وكنديري ادي في الفران يعني تنكمل هات السفوف ديالي وكنخرج مرة من الكوزينة باش تدير واحد العمل اللي هو زوين وتخليوا السفوف ديالكم تيجي بنين وزوين يعني هادي هي الطريقة اللي كتدخل الكوزينة واحد ساعتين تعطي واحد ساعتين ديال المقانة بطحينها بتحمارها بكل شي واللي بغى تطحنه على برة غادي تسهل عليك الامور يعني غادي تحمريه هنا وكل شي يديريه هنا وغادي تخرجيه تطحنيه اما عند العطار او لامو للطحونة او لالموية غادي ننقص واحد زليفة للزين بالنسبة للجوجلان وغادي نبدأ نطحن فيه كنتحنه تاك يخرج شوية ليدام دياله باش ما نكترش ليدام وهذه السفوف صدقون يرا كيجي معلقوا زوين انا في القناة سراد يرا بزاف ديال السفوف كين السفوف اللي ما فيه لا زبدة لا زيت لا تشي حاجة وكين السفوف اللي بالقمح يعني بالدقيق القمح تاني كيجي زوين من اروع ما يكون يعني عندي بزاف ديال انواع ديال السفوف كل عام تنديروا الباروق دايما لمشاهدات وتحت الطلاب ديالكم غان نطحن الزوجلان ومن بعد مني كان نطحنه وكان عاود نضيف لي واحد زوج معلق ديال السكار غلاسي بالنسبة للسكار غلاسي عديت قريبا ميتين غرام وتيبقى السكار على حساب الرغبة مني كان نخلطو تكسفو في ديالنا وكان دلكو وكان ضوقو ديك ساعة خسكم السكار غادي تضيفوه ضروري ما خسكمش غادي تكسافيو بميتين غرام ديال السكار غلاسي صافي مني كان نخرج له ليدام ديالو كان حبسو كان مقام استمراته كان نطحن زوجلان واللوز كذلك تاللوز غادي منين حيضو من الفرنة اوه كذلك غادي نطحنوه بالكوكو طحين هاني مقابله هدرتلي هاتطرة باليدوي باش ما كي تكتل جدوك الكويرات والبوطارة بحلا ميسا ولكن باش يجيكم محمر وميجيكمش محروق وما تخليوش في نفس الوقت سني كين باعت صفوف اللي كان ضوقوه وكان لقاو الزوجلان بحلاني مزوينش باش تعرفو اللوز ديالكم تحمر غادي تقطعو تهرسو واحد اللوزة غادي تباليكم محمرة من الوسطة اذا باعت تحمر لي اللوز ديالي غادي نخليه بالقشرة ديالو باش كتعطي ذاك الماضاق اللي غادي يجيزوين في الصفوف عندي هنا حبة حلاوة والنافع كنطحنهم تاهمة ضروري ما كنصهضهم في المقلة كنقابلهم في المقلة مش يتحمروا بزاف وإنما يتصهضوا يحيد منهم ديك الرطوبة وكنطحنهم واللوز كذلك تاوو كنطحنوا وكندير فيه سقار يعني سقار غلاسي كي مشتو وكنديرو حد شوية ديال الملحة تاوو كنطحنها مع اللوز او لمع زوجلان باش كتجي مطحونة معهم بلا ما نحتاج شل خارون ديرها صلاف يكنخلي ذاك اللوز سكي واللي بحال هاتشكل عرفتي واحد الماضاق مع القشرة ديالو كي تيجي هائل هو اللي كيعطي ذاك صفوف ديالنا تعليكة كنشدو 300 غرام ديال الكوكاو اللي كنشده وكنديرها في الزيت باردة وغادي نقلي هاتك التحمر باش كيتهرس ذاك الجهة ديالا عندي ميتين غرام ديال الزبدة اللي كنخليها تولي نوازيط كنحيد باش تحيد ذاك الزبدة كاتبقى على نار مهيلة وهي كدوب تكدوب وقدير ذاك الكشكوشة وكتحيد ذاك الفرارة او الزبدة ما كاتبقاش غادي نوريكم نحركها باش تنوريكم انما ما تخليوهاش تاكتولي حمراء او لمحروقة كيته تبدل شوية اللون غادي تفعو على النار علاش هاديك العملية باش صفوف ديالنا باش ما يبقاش ذاك الزبدة فيها الحليب هادك حليب اللي بقى كيخسر لنا الصفوف غادي ندوزو الكوكاو كان هرمش الكوكاو قليته علاش قليته باش كيحيد ذاك الجهد ديال الكوكاو وكيجي ابنين ابنين بزاف ما كيبانش باناو كوكاو غادي نهرمشو فقط 300 قرام كلها غادي نهرمشها حيت كيبقى مقرمش مزيان في الصفوف وكيجي كيعطيو حد الماضقته هو زوين صافي دا بحمرس الطحين غربلتو شي جوج مرات كان ضيف شوية ديال المسكة الحرة اللي كان دينا معا وحد المعينة لقى ديال السكار وعدنا تقريبا وحد ثلاثة المعالق كبار عامرين ديال النافع وحبت حلاوة وجوج معالق ديال القرفة اللي كان خلطهم وصافي وكان نضيف اللوز ديالي بالنسبة للسكار غلاسي راني ضفته مع اللوز وجوجلان يعني ميتين جرام ديال السكار غلاسي ومن بعد غادي نضوق ونشوف لخصني غادي نزيد ولكن بالنسبة لي نحنا ما كان بغيوش الحلاوة بزاف هادك وجه ديالي غادي نخلط مزيان هاد النواشي فتاك كي تعلق هاد الطحين ومن بعد كندير وحد الحفرة في الواسط وغادي نضيف الزبدة كي ما شتواش تولون ديالها مخصاش تفود دا كلون غادي نضيف الزبدة وغادي نضيف وحد جوج معالقبار ديال هاد العسيلة اللي هي زوينة غادي ندير جوج معالقبار ما تكتروش من العسل باش ما يتكورش لكم حتي لا كترتو كترتو العسل سفوف ديالكم لطول كي يجي يبدي تكور وكي يبدي يقصاح من الاحسن ديروها كمية قليلة تعطي البنة ولكن كي يجي زوين صافي غادي ندلك سفوف ديالي مزيان وغادي نضيف لي وحد الكاز ديال زيت زيتون وهذا هو السفوف ديالي ولكن ضروري من ديالك تكيد جمع صافي غادي ندوزو دابا ان شاء الله الكوكاو ديالنا كنخلي وحد شي شوية وزوج لانتاو وكذلك صحيح وكنخلطوهم زيان وهذا هو السفوف ديالنا مني كان دلكو من بعد ما كان دلكو وغادي نوجدوه في طبق ديال التقديم وغادي نزينوه بكوكاو مهرمش وتزين كي يبقى اختياري ولكن ما نقوش لكم كي يجا إلا سبعتو هاد المراحيل ارا غادي يعجبكم ان شاء الله راس اللو وراساه المفيد تشي حاجة صعيبة غا هي كي يبغي المقابلة زينتو حطيتو وزينتو بهاد الكوكاو اللي مهرمش بحلاكو صافي درت هاد الوريقات علاه تشكل باش غادي نزينو بسكار جلاسي وتزين دائما كي يبقى على الحساب الرغبة كانت مننا البنات جي عندكم بلايك والبرتاج كيف ديما مع الاهل والاحباب ديالكم وكانت سنة تطبيقاتكم عبر الفيسبوك والانستغرام غادي نخلي لكم الروابط ديالهم في اول تعليق اللي بقي ما مابونيش عندي في انستغرام مرحبا والف مرحبا وشكرا اللي جزيكم باخير وكندير سكار جلاسي وكنحيد هادوك الوريقات ومن بعد كنديرهم معاكسين باش كاجيني التربيعة ويمكن لكم البنات يلا بغيتوا في هادوك المربعات ديروا لوزا 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 رايجيكم احسن ولكن انا خليت وبحال هاتشكل لكي يجي ماشي غا رائع اكتر مرائع وبصحة والراحة استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله غادي نقطعو لكم باش شوفو كي تأتيجي ماشي غا رائع زوين بزاف والبنات راي عندي بزافة الانواع ديالسفوف ويمكن لكم اللي بغيتوا تديروه بالقمح الكامل اللي بغيتوا تديروه بدون زبداء ولا زيت عندي بزافة الانواع في القناة اللي بغيتوه غادي نخلي لكم روابط ديالهم في صندوق الوصف ان شاء الله وشكرا المشاهداء واسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر